بتعادل وبكثير من التحصر والأداء المخيب خرج المنتخب الوطني من موقعة دار السلام بأقل الأضرار على وقع هدفين في كل شبكة عقب مواجهة شاقة أمام المنتخب التنزاني لحساب الدور التصفوي الثاني لمونديال 2018 أصحاب الديار لم يتركوا فرصة الغياب التام للكتيبة الخضراء في المرحلة الأولى وكانوا سباقين للتسجيل رغم الكم الهائل من الفرص التي ضيعوها لسوء الطالع من جهة ولتألق الحارس العائد بلح من جهة ثانية وكان الجامع ينتظر خروج المنتخب الوطني بهزيمة مذلة لا سيما بعد مضاعفة المهاجم صمت للنتيجة في الشوط الثاني إلا أن إسلام سليماني كان له كلاما آخر بتوقيعه ثنائية حفظت ماء وجه التشكيل وأبقت على حدود الجزائر في تخطي هذا الدور من التصفيات قائمة إلى غاية لقاء العودة بملعب مصطفى تشاكر ورغم التعادل المحقق إلا أن الناخب الوطني كريستيان غوركيوف الذي كان يعول على الفوز في دار السلام لتخفيف الضغط عليه سيكون هذه المرة في مرمى الانتقادات وسيتضاعف عدد المطالبين برحيله وجلب مدرب يعيد للمنتخب هيبته الضائعة في حقبة التقني الفرنسي النتيجة وإن كانت إيجابية لكونها حققت خارج الديار إلا أن الأداء الذي صاحبها لا يليق بمنتخب مونديالي وصل إلى ربع نهائي أكبر منافسة كروية في العالم بل وأكد التراجع المتواصلة لصورة المحاربين إضافة إلى أن المنافسة لم يكن لا برازيل نايمار ولا أرجنتينا ميسي وإنما منتخبا طازانيا كان أكبر إنجاز في تاريخه مشاركة بالدور الأول من كأس إفريقيا ترجمة نانسي قنقر